السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا متابعين الكرام اليكم متابعين الكرام جديد احوال الطقس وجديد تحديثات للنماذج العالمية لأحوال الطقس اذ من المنتظر بحول الله تعالى وتشير جميع النماذج الى استقرار في احوال الطقس على المناطق الجزائرية الى غاية يوم الاثنين بحول الله تعالى حيث من المنتظر ان يمس المناطق الجزائرية خاصة الشرقية منها منخفض قطبي بحول الله تعالى سيكون من متوسط النشاط الى ضعيف بحول الله تعالى سيميز هذا منخفض المناطق الشرقية بامطار وبعض الثلوج بحول الله تعالى خاصة يوم الثلاثة اذ من المنتظر ابتداء من اليوم الاثنين 11 من شهر فيفري بحول الله تعالى بداية ساقط الامطار على اقصى المناطق الشرقية الساحلية تزداد هذه الامطار بحول الله تعالى بداية من ظاهرة يوم الاثنين والى غاية الثلاثة الثاني عشر من شهر فيفري بحول الله تعالى حيث ستميز متابعنا الكرام وكما نرى معكم في الصورة ستميز هذه الأمطار المناطق الجزائر العاصمة ولاية أيضا لبليدا بالإضافة إلى بومرداس دون أن ننسى ولاية لمدية وسنتقل هذه الأمطار بحول الله تعالى من ظهيرة الثلاثاء إلى المناطق الساحلية الشرقية بداية من ولاية زيوزو بجاية جيجل إلى غاية عنابة سكيكدا والطرف أيضا المناطق المتابعين الكرام الداخلية أيضا ستميزها أمطار بحول الله تعالى كولاية الصيف وشمال برج بوري ريج بالإضافة إلى ولاية خسنطينة سوق هراس تبسا ولاية قلمة أم لباقي وولاية باتنا متابعين الكرام فيما يخص تساقط الثلوج بحول الله تعالى بداية من علو التسعمائة متر بحول الله تعالى ستكون بعض الثلوج على المرتفعات بحول الله تعالى كمرتفعات الأوراس لولاية باتنا بالإضافة إلى شمال ولاية الصيف وجبال البابور بحول الله تعالى سنوافقكم متابعين الكرام بأحوال التقص وجديد أحوال التقص من حين لآخر فقط كونوا معنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته